السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحب الساعة و أهلاً و سهلاً فيكم في حلقة يديدة لنا الحلقة الماضية يا مسلم أرجع نزين لنا الحلقة الماضية تتكلم عن كليات سوينا نحن كليات و سوينا كل شيء و قلت لكم أنا بسوي هنا شو محطة قطارات فكنت قاعدة أفكر كيف ممكن أسوي محطة القطارات خلنا أول شي نسوي نبباسات هني شوي أنا بباسات وأبا أسوي هنا قطارات صحيح لكن أبا أسوي متعددة النواحي يعني إذا بيب قطارين بأسوي التكسيم لهم أربع شوارع فيها باس وتكسي حلو لأن أقطارات راح يكون متعددة قطار الأول أباهم يبينون جن بعض بس ما يكونوا جن بعض دون شو قاعد يقول خليل الحين قام يألف علينا صبركم 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 معي يعني أسوي اختار الناس هنا العالم وين يا رايحة يعني أسوي اختار ثاني مثل مكان مكان نفس هذا شوفوا وما يكونوا موصولين في بعض كل واحد يكون بيكون الطريق الخاص بس مش هكي ترى دعنا ناخذ النقاط هاي كلهم وهاي لحظة لحظة هذا واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ونسويهم في هذا المكان آآ أوكي ما يرفع نسويهم كلهم في هذا المكان بعد وايد تحت بعد الأرضية تعرفون شو هو التويت خلنا نشل هذا كله مزين خلنا نكبر الفرشة نسوي بالطريقة هاي ونمسح الشوارع من أول ويديد وبحطي أول قطار وبعدين بحطي ترتيب الثاني تشوفوا بنحطي مواصلات قطار هاي محطة قطار عادية ما للناس تروح وترد اوكي آآ اوكي اوكي لحظة لحظة بسي طريقة ثانية ويت 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 ليش ما أسوي لأن هذا بحتاج بكون صناعي شوي تكون بالطريقة هاي بيكون أريح وايد وهذا نسويه ستشوار عبد المهو أربعة مع الوقفات خلنا عطا نسيت مع الوقفات هني هذا مشكلة قصر من حق السعدني مسار نسوي شارع سيدة بالطريقة هاي اوكي وبتطلع الجسور وهي الحين بطريقة هاي فبنسوي نفق هنا تحت بنمد الشارع بالطريقة هاي في في خطة عندي ترا باري برد بخبركم شو خطة مزين ولحظة هالجزئية نخلى بالطريقة هاي مزين وبنحط هنا قطار خلنا نشوفه من نفس المستوى قطار شاحنات الحين بنبدأ نستعمل الأدوات اللي عنا ترى اليوم أقولكم في عنا تولز هنين فعلا يتعلى باري بفكرة بدون ما تلعوز يعني اني أقسم ما بينهم تكسيم نزيل بيكون في باركنات بيكون في كل شيء الحين اللي بنسوي بنيه بخطة القطار من تحت الأرض خطة القطار من تحت الأرض نزيل 12 هني بعدين الصفر لين يطلع اوكي 12 لنا هنا وبعدين لهذا الحدود اتشوف فوقه هنا ايوة واحد لين خدهم يكونون شوي متوازين ايوة متوازين والاثناء راح يطلعون خط واحد اخبركم شو بنسوي لأن شو بنسوي نحن بطريقة هاي واحد ثنين بس نتأكد ان السكت هاي موصولة لان مرات ما يكون موصولات ونكمل خط القطار بالطريقة هاي هلا نسوي نرفع بط 12 ان شاء الله اتذكر بعدين ان اقترات كلها مرفوع 12 ان في العادة الواحد ينسى السؤال وفي تلعوز توسع عام وتوسعه انا الحين ما بفكر فيها وايد كثر ما بفكر في شو اني بس مجرد اني امد خط الاختار لوين سيدة بحاول اكون جنب الشارع العام واي تعديل في الوقت يعني نحن شو بنسوي بنشلف كل حول نزيل الحين عندي واحد مثلين يا اني اسوي دوار يا اني اتلعوز يا اني اسوي تقاطع اتخاطع انا مابا فاباني اصلا مجمع قطارات في حال كم طولة هذا هذا 10 يونت شو ابا اسوي ابا اسوي دوار بس كبير شوي لانه حق قطارات طريقة هاي وامد من خلاله على خط سيدة بروح بيعتدل هذا لانه قطار من افضل يكون موجود طريقة هاي قطار طريقة هاي وانا اخذ هذا وشوي نضيق الموضوع طريقة هاي شوف هام شي ما يخرب النخط ابا يكون يبين مرتب قدر الامكان زي طريقة هاي الحين هذا الان بناخذ من نخطوط ولا اي شي بيكون حلو يعني ياخذ لفة يقدر ياخذ اي شي بس العلا الحين اذا هو بيروح يبال خط رجع ونسوي بالطريقة هاي اللي هي مش اوكي اذا سوي بالطريقة هاي بيشبك شوفوا في ميلان معين لقطرة ونسوي بالطريقة هاي ونسوي بالطريقة هاي هذا الشبك لا يدخل هم يدخل هني ويطلعون سيدة لين وين لا اذا ابوهم يطلعون سيدة من الافضل شو اسوي يخط قطارات بالطريقة هاي بيشبك الاتنين بالطريقة هاي بس هالا شبكتها غلط نحطة نسوي بالطريقة هاي بعمل اقطة السكرة بالطريقة هاي مفروض ان هي شبك ايوة بيشبكة معينة اللي هي بزاوية تكون عساس يشبك الخط بيكون مش ويد جيد لحظة انا نشبكة عدلية جمعة الخير خلنا نسوي بطريقة هاي افضل ويد عساس حد يدخل وحد يطلع انت انت احنا نحتاج دورو هالحجم نعلومها بس هاي نحط لهم باركنات كهرباء كالعادة الباركنات موش اوكي بنحط لهم الباركنات الاصغر واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هاي اثنين يكفي يستوي عندهم نوع انواة كهرباء هاي هاي على اساس يبدأ الشغل يعني انهم يسوون الحين الكنترول الثاني اللي بسوي شو شو وقت الحلقة يطول سبت هالسوال الكنترول الثاني انا ابا امسك حد من هاي الشوارع وانظم السير اللي فيه خلنا نشوف مثلا هذا الشارع هذا الشارع ما با يدخل اي سيارة ولا ما يستوي صدقون بس اقدر ادخل امنع الشاحنات تدخله هني والبساط دي اوكي خلص ما بيدخلوا من هني ولا بيطلعهم من معنا حتى هني نفس الشي عشان ما يرجعوا يوتير ما يتول سفون ممنوع الدخول تماما و السيارات العادية ممكن امنعهم يدخلوا من هني التكاسل هذا ما عندنا مشكلة كل انقاذ سيارات العادية سوري سيارات العادية غير نمنعهم من الدخول هذا المكان اوكي يكون للحركة افضل وايد بالطريقة هاي نحنا مفروض نستلم قطارات خريبا انزل محتاجين كذا شي حق موصلات اول شي محتاجين بساطة اوكي بحطة البساطة اللي عندي توصل هي توصل اهني بحتاج باصات اهناك ما بحتاج بحتاج باصة اهني للصناعية ما اظني كل حد يبي نفس المكان بس ممكن اوقف عند باب السكن اهني وارجع وين توف ممنوع يدخل هناك فلازم ياخذ رفعودة اذا بياخذ رفعودة خليه يوقف هنا محتاجين وكفة ثانية حق اللي يروحون مكان ثانية يعني كل وجهة لها مفروض تقريبا وكفة مش وكفة المدينة اللي هني ابو الباص ايوه بيطلع عشر على العام ايوه احلى شي وبي على الكورنيش نقطان نقطتين ومن هني هم يقدرون يتنقلون وين ويبون اوكي ويرجعون الوين الى هني عن طريق الجسر هذا هذا معنا له اوقف مرة واحدة في المنطقة التعليمية بيكون اوكي خلي يوقف هنا مرة واحدة لي معاك وكفة ايوه ما ظن نحتاج وكفة ثالثة تقريبا انا بيستعملون نفس الباص حق هذا الشي اللي هو محطة الباص القطارات اللي هني نحن بنحتاج مترو اوكي بس حق الثاني ما راح نحتاج لي يعني مثلا بنحتاج مترو ايوه بالعالم عند الباصات هنا نبقى الشارع هنا نبقى ممر مشاهن لا لازم اشلها اشوف ممر المشا بيخرب السير هذا معناه لازم اشلى من هنا هنا ويبقى هنا اوكي هل ما احول هذا هنا احول هذا تم بالباص على طول هني نوعا ما مخبول ما عنا مشكلة اللي بنسوي اذا حطيته هنا ممر مشاه اساسيون محباسات هل يقدرون ولا ما يقدرون ما قطع شي لا ما قطع شي ناس الناس تقدر تمر من هنا بعد الناس ممكن تمر من هنا لا بيخرب بعد في الوسط بطبط ما يستوي بيخرب اكيد يخرب الاثنين فخلا ما مر مشاه واحد للمترو الثاني ما لدي احس انزيل الاحل ان احنا محتاجين سكان انهم يستعملون القطار هذا هذا بيروح الاحل احنا 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 اصدقائي احنا احد يروح الاحل دعنا نشوف هذا شغال هذا شغال ممتاز ممتاز القطارات تكون شغالة حاليا بتصير المطقة التعليمية وكل شي. خلنا وصل المترو. المترو صراحة اظن بيشيل منه زحمة وايد. اللي حضر قبل السلسلة يعرف انه يعني يمكن اكبر مشاكل سيتي سكايلين. فعليا والله يباد يسوي معبر على اساس اني بعدين بسوي مترو حق الجامعات. في الحين ما نحتاجه. لكن بعدين بنحتاج. اول لفة احني. ويرجع لفة قريبة. واللي يباد. ايه من مكان ثاني. ياخذ. الريدي في عندنا لفات. ما مش محتاجة سوي لفات زيادة من هاي كذا اماكن. لان اردي موصول لهاللفتين في اماكن ثاني. فاي لفة زيادة حسمو الهداعي الصراحة. فخلو بطريقة هاي. لان بيكون بزيادة لفات. ما لدع يكون مترو هالكثر عندنا. لا الاحين مشروع الاخطار بدأ يترتب يعني. بس يبه له شوي احس ديكوريشن لانه بيكون عنده قريب منه المطار. انا افكر المطار في المستقبل يكون مكانا بمكان نفسه هني. قريب هني. مش بعيد. انا بنحتاج مطار. بس الشي اللي ما سوينا نحن للحين. اجماعة الخير اللي هي تكاسي. تكاسي خدمات اه لا والله عني تكاسي تصدقوا. انا ليش في مخيني ما في عندي تكاسي يا عيل. خلونا احطي تكاسي. خلونا ننشل هذا. خلونا نشل هذا. نحط لمكانه تكسي. اوكي. شوي زعاج بس للحديقة. مش لحد. هني هذا الفارك المختلف بس حق التكسي. خلونا نستعمل تكسي. بيكون ممتاز يعني. نزيد. ومزيد التكسي وين? عند الباسات. لا. التكسي بنسويه هني. موقفين تكسي. لانه في ناس بتي تنزل. على طول ممر المشاه. تبقى تكسي لحظة. خلنا نشل لحبة. نشل لحبة. على الحين احسن. يون وسط يمين او يسار يروحون. على طول عند التكسي. بيكون افضل بمراحل. اه عندي هالمتقم مش عيبت النوايت. بس اللي حما فيه. في حد استعمل مكان هذا. ما اشوف حد استعمل انا. اذا ما حد استعملها مشكلة هاي. كلهم الكارجو. فرايت فرايت يعني الشحنات ولا بضائع. اه. لا نبه. يا الله الشحنات كيف تسوي الزحمة دايما. مهما اسوي يسوون زحمة ترى. مهما اسوي للشحنات انتي في زحمة وهي مشكلة من المشاكل اللي دائما. اذا هذا ما قاعد يستعمل هذا ميزانية ترى. مجرد اني حطي على فكرة هذا ميزانية. انزي خلي حطي دكاكين صغار. طب دكاكين بس مش ال. دكاكين صغار اهني. ناس بتشتري. دكاكين صغار. اهني اكبر شوي لنا صناعية. دكاكين اصغر. اذا بسوي هني لازم بيكون عندي شركات شحن وغيره. فلازم احطي شركات هني. اتمنى شركات تعدل الارضية الخربوانة هاي. ان هالارضية نقدر اعدلها لحظة لحظة لحظة. هي تتعدل عادي. هاذ توليس ما موبت على فكرة. يا سلام. الحين اعدل. الحين نقدر نحطي. شركات اللي كنا بنحطيها. خلص بيستو شركات هني الشحن وغيره. ما بيقصرون. عنا على ما اذكر كان. في المطار في دي اتش ال وغيره. ولا كان مود عندنا ما اذكر والله اظنى مود كان. ما اذكر اذا وين ال دي اتش الو هذا ربع ما اذكر وينه. انا الحين هذا احسها غير مفيد حاليا. ومحتاج اسوي شي بخصوصة. هنزين عندهم هالسوار لا طب اكيد مو عندهم. اكيد مو عندهم. دعنا نحطي عيادة للمنطقة. بنا نحطي. هذو بيغطي منطقتين ورقا. خدمات القطارات راح تغطي منطقتين. واللي هو اه وايد زيب. لاننا نحن محتاجين خدمات هني عسما ما تحترق الدنيا. اوكي. ممتاز. محتاجين سجون والله تصدقون. يبانا مشروع كامل بس حق السجن. يبانا مشروع حكل شي نحن مشروع يبانا. زي. الحين خلتشوش اخبار الدكاكين امرها طيبة كل شي تمام. والله شكلهم تمام. وهي شركاتش اللي فتحت خلنا نشوف. اني انرجي موبايل جيمز. العاب. كاستمر سيربس. واللي هو ممتاز. كاستمر سيربس. اكاونتنج. بس والله زحمة عليها صدقون. وهذا ما علي احد. اوه. كان في خطار هني سكن. في ثلاثة واربعين واحد بركمه اختار. نايس. قام يستعملونا. فلا نحطي لنا شي. الناس تزور المدينة عشانه. قبل قطارات يتم استعمالها اكثر. هذا شو. معاهد الروبوتات. نويز في مشكلة في نويز. بلوشن انترتين من بس اذا عندي معهد ابو احطي وين. ابحطي مكان نفس هذا عند الهين كليات انامي اكس. اوه. والله حلو هذا المعهد بيكون. شي ناس تزوره يعني فيكم في سياح. في كذا. عندنا مكان تعليم. وراء مكان التعليم. عندنا داريكت هاي مال المباريات اللي عندنا هني في عندنا احس احمر ذهبي لازم نسوي هالشهرات صغيرة هاي شوف الحين لونة ذهبي نايس نايس ويبالنا هنين اكسر اصرا ونسوي جسر دايركتر هني ترى في حد قال لي يبالي جسر من هني وجسر من هني اللي تقوم في هذا الشارع يمكن ويكون في دوار عود في الوسط ونبدأ نسوي سياحة هناك طبعا هالشي بيبدأ فعليا ويبدأ عدد السكان يوصل 22000 بس الحين لانك سوينا الخطارات الاحساس الوحيد لاحس ان يبالي شركات زيادة بس افكر الحركة نعمة والحركة مش سيئة ابدا الحركة نعمة انا في ما عنا زحمة وايد ترى بس لاننا عندهم مكانهم الخاص استوى شوي احس اريح لهم من زين خلنا نمد من اهني نبقى مكان شوي يكون في حياة فخلونا نزرع اهني واهني ثلاثة اربع ما اقدر واحد اثنين حديقة ابا مسافة حبة حديقة وابا ممشى والله قمت امسى ما كان لشاركة معا من زمان نخلينا اللعبة ايوه هذا الممشى حدو ممشى من اهني لين لين اهني وهني اوكي نسوي الممشى يوقف من اهني لين اهني حق الحدائق يكون مكانيون بعدين ناس هاي اعطانهم في قطعة وما اعطانهم خدمات ريش نزيل حديقة حديقتين يعدلون وضع شوي يتطورون على الاقل يرفع خيمة الارض مارهم لانه اريد حشرة وهي السوال وانا ما نبقى الحشرة تزيد ومشاكل تزيد وخلنا شوي اقتصاديين في الوضع مثل ما يقولون لانه دائما نحتاج خدمات زيادة ننزيل الخدمة الزيادة اللي نحتاجها بتأكد القاربج وكي هذا وكي ما بدنا يتعفز الزراعة الزراعة هني موجودة بس ها هاي الزراعة الزراعة من الطور اللي اخر شي بعد بس نكستيبان غابات غابات والله هني بعد مكان حلو عند القطار تصدقون اذا سوي منطقة هني على الشارع حق الغابات ومد لهم حقهم قطار بروح اهو عند ونسوي خط مطار هني اوكي ونسوي جسر ونسوي منطقة او المطار بيتوصل في هني عادي نقدر نسوي منطقة صناعية كاملة هني عليها مدخل اساسي كامل غابات نقدر نسويها يعني ممكن نسوي السجوارة هاي النيبوم هني هذا للمستقبل برسمها تقريبا هني لين هني هني ونحط غشارع عام فرش وارع هني لين هني ونحني لين هني تقريبا نفس القياس نايس بس اول شي بتأكد منه انه ما يكون في عندي اه ناس تاخذ يوتير من لحظة مش حكيم عبدا لانك انت هاي من دوار وما قررت تاخذ يوتير الا من هني سوري مع نفسك والله هني اللي بيروح سيدة بس ونقدر نسويها المكان صناعي كامل لانه عندنا ثروة هني كاملة نحن صح وثروة اش اسمه كاملة يعني نقدر نسوي بس هاي للمستقبل بحطي الهدلانز ولا الاساسيات نزين نقدر نسوي بالطريقة هاي نحدد ان هاي منطقة تشجير اوكي شوف يسرون لاخر شئ عسن ياخذون يوتيرني يعني الشعب ما بقى اسبي يعني بس والله مش هذكية ابدا انا وين اللي المخ كل اللي رح ونقدر في نفس الوقت ان نوصله في المنطقة هاي عن طريق الزاوية هاي اوكي ما عالموا مشكلة الجسر الصغيرة هاي يتعدل ونوصل عن طريق اساسي صناعي ايش صناعي ما هني لين هني يستوي عندي هنا منطقة صناعية شجر كاملة شوفوا هذا بيحللنا شوي مواضيع انهم يطلبون شو امور بنسويها على الطاير منطقة غبال بنحطي زون اندستريال صناعي اوكي وبنحطي لنا والمبنى الاساسي ما لهم على الشارع هذا انه شارع اساسي من داخل الادارة افتح لنا منجرة وهالسوال ومال شير مال الشجر بيكونون بحطي ثنين حاليا لانه ما فيه اهتمام مباشر فيهم حاليا الصراحة يعني وبنحطي المنجرة مش منجرة هاي اللوكيارد اللوكيارد رحطي عنده هني وين الصناعة بتكون وبنحطي السومل خلنا وصل لهم كهرباء يلبن اذا رحطي لهم بساطة كلمان باركن سدقو مانحطين باركنات هني ان شاء الله كافي ههني ما لا يعرف هذا الخذوا كهرباء مهنى ما عليه كافيهم حطه الأم باركن سيادة يالله اوكي ومن هذا النفاق شوفوني نقدر بعدين نبني عليه شوي شوي خلي يلبن خلي شوي شوي بيعون يسوون على أساس نحن بعدين يوم نبدأ فيه ما نبدأ من الصفر أن إذا بدأنا من الصفر شوي بنت العاوز ألي سيب حاشرة هذة هني منجرة خلاص خلهم ينتجون اللي ينتجونه مثلا كم محصول عندي أنا ألدر بيتش وبنحطي واحد ثالث اللي هو هذا بكم اللي هو معرف متوفر فلوسه سرعت اللعبة شوي ثلاثة نوع خشب موجودات هذه الحين ما خليهم بروحهم برايهم كيفهم هم لأنه يوم بنرجع لهم بنبدأ نطور المكان بيكون في نجمة ولا نجمتين وامورهم طيبة يعني ما مش محتايين أن ندعوز عمارنا على الأقل يكون في منطقة صناعية زيادة ومشبوكة هني وهني يعني مشبوكة من هذا الاتجاه مشبوكة من هذا الاتجاه مشبوكة في أشارة على أساسي بعد والمطار ممكن يكون معرف شوي يخترب مشروع المطار بطريقها بس عادي يعني نحن نقدر ندبر الأمور هذا شغال والله كل شيء شغال عندي حاليا بس هذي هاي زين شوي بهذا صبر هذي من ينتجون بيستوي عندك ويد من ينتجون بتتعب بلانس بيبون الخشب هني وهذا بيشل الخشب من هني بيودي لي وين مفروض المنجرة يطرب منه خشب ويسوون منه خشب نحن عندنا شوفوا ثلان ستة عشر والله حلو انه ماشي نحط لنا شي كان فاضية بيصنعه شو عامل زيدي العموال ما عرف اذا زيدي العموال فكرة طيبة هل نحطي اشوف هذا شو بييب هذا بعد حطه خشب ما حد بيب لهذا خشب شو اه في ما حد بيب له مالو مالو حد يب خشب حك هذا واشوف هذا شو سوم اللي بنينا هذا فورستري مين بلدن اللي هو هذا هذا ينظم الأمور يسوي كل شي يعني يمشي يمشي أمور الأمور الدنيا يمشي هم المهم بتي سيارة بتي بحق خلنا تسرع اللعبة نشوف في السيارة بتي محروض في سيارة تيب لخشب على أساس انها ما يأخذ خشب وليمكن فيه نوع من عائل بس يأخذه بلاند تمبر فورم رو فورس فوردكشن اها شوف 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 حطرة حطرة سامان أوف سيارة هاي مال فارمك سيميليتر تذكرونها اوكي اشتغل نايس بدينا نشتغل بس هذا بايت تعبه بسرعة نهني مكان صغير شوية لكن ممكن احطي اناثر لوقبالنس وين على يسارة عندك عندك الشيء الحين والله ما عرف هذا الاتحاد هذا فوق والله ما عرف ليش حطه بالطريقة هاي ماشي يغير مكان احب بحبتين ما مش عايبني هابدا خليه نحط الاثنينة مقابل بعض احسن 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 انا ها فيها انتجات هاي ماخير انتجات خلها شغل ولو شفت وايد انتاج مقارنة في المخزون رح اعدل المهم جمعة الخير هذا الواء هشوف العمارة مطولها شويت هذا كله لجي العيون ومنوه محطة الاخطارات هاي يعني محطة الاخطارات اللي خلتنا انتج هذا كله هذا عن الغرب طبعا اخر الحلقة نوقف مكان الصورة اللي تعجبني احولها الى الغلاف الخارجي المهم مشكورين على متابعة الحلقة ونشوفكم في الحلقات الخادمة ان شاء الله لانا في واي شغلات اغطيها انا الحين وبعد ما اغطيه اغطي السياحة ادري في نص طلبة السياحة انا بنوصل 10.000 مشترك لا تنسون مشكورين على متابعة الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة